موسيقى 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 بندحان عبد الحميد متصرف ممتاز فلاح رئيس جمعية اتحاد حسين للفروسية نائب الجماعة السلالية رياح عضو الويداديق الملكي اراضي حسين عضو ناشط في عدة جمعيات رياضية تقافية رئيس شرف بزاف ديال الجمعيات الرياضية التقافية على اي ماشيكو سرسي عضو نافع بزاف ديال الحويش بالنسبة للجمعيات الفروسية كانت تسمى سابقا جمعية الرياح نسبة للدوار الذي انتمي اليه وهو دوار الرياح من بعد كبرات واستقطبات بزاف ديال الاعضاء من القبيل الحسين تقريبا تمانية او تسعود ديال الفرق تقريبا تقريبا وعقدنا جمع عام استثنائي وبدلنا في تسمية صبح من جمعية الرياح للفروسية تسمية جديدة وبلد جمعية الاتحاد حسين للفروسية وضيما تبقى المقره ديالها هو الدوار وانشطة ديالها لا تخرج على اطار مدينة سالة كانت تدار خارج مدينة سالة كنت تسبق لي في تقريبا تقريبا ومع تقريبا تقريبا ومع تقريبا في غنيترا وفي اطار ديكتور اما كان اليوم المحتفى به هو يوم الفرس والفروسية ودينا فرقة خمسة ديال الخيول وكان الناس ديال فرنسا ومناس ديال المغرب حاولنا هنا شاركنا في عدة تظاهرات ثقافية رياضية على مستوى مدينة سالة نذكر منها الكاتريان سيزيان نويدي الجيتسكي احتفالات رسمية على مستوى المدينة تظاهرات ديال الايام الرابعية التقافية ديال المدارس الابتدائية الانشطة رياضية انشطة تقافية انشطة مختلفة على مستوى طراب مدينة سالة زائد المهرجانات والمواسم العادية ما بين رباطوسلا هذا فيما يخص الجمعية بالنسبة الانتخابات السابقة وان كنت غير راضي على عطاءات المنتخبين او الذين يمتلون مدينة سالة السالة الجديدة بالخصوص عندي موقف من بعض المنتخبين ليس كلهم ولو ان كان بعض منهم اللي يريد ان يشتغل ويعطي ويعطي ويساعد ويشرع ولكن يستضم بعرقية من ضمن عدد من الناس ديال الجماعات وأقصد هنا الجماعات أو المقاطعة الحضرية تسمية جديدة حاليا يعني عطأت بالنسبة على مستوى سالة الجديدة عطأت هزيلة جدا لا يمكن أن كان خلق في التخطيط من عدم المصداقية تسير وتدوير إداري ومالي لا يوجد في المستوى ولا أدل على ذلك مثلا من قرية ولاد موسح التلسلة الجديدة أزبال المتركمة في كل صوب حد بطرقات محفرة الأسلة كهربائية أزبال أسلاك هاتفية لا يوصل الأماكن بطريقة التي تشرف أزبال لا يوجد أزبال أجوائي لا يوجد أن يصلوا لهم هذا ليس ضد أشخاص ضد سياسة المتبعة من طرف الأشخاص يعني يمكن أن يكون نوع من الوصولية نوع من الاتهازية نوع من عدم الكفاءة أو عدم القدرة لتسير الشأن المحلي هذا قديما موقفي أنا لم أكن أحمل أطراف أخرى ولكن أعتبر أنني كنعيش معهم يومياً أسبوعياً شهرياً سنوياً خلال مدة انتخابات سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى اللقاءات اللي كانت لداءه على المستوى المواسيم أو على مستوى يعني كيتبهي لي جالياً هذا شيء اللي كان نقول ونم وثق منه على أنه ماشي في المستوى المطلوب كان بعض الكفاءات اللي يصفق لها ولكن ما لقيش مع منك التعاون ولا لقيش مع منك منك القتلاته أو بعض الأحزاب ممتلين داخل الجماعة لما كان هناك تحالف تام كيكون مرضودياً ضئيلة وضعيفة والسد وشتم وقدف وكل واحد يريد أن يحاول ما أمكن أنه يحيذ عليه التومة والسقف طرف آخر ليكون الموسي الرئيسي أو المقرر الميزانية أو شيئاً من هذا النوع كانت مننا خير في انتخابات المقبلة أن ترى وجوه جديدة بسياسة جديدة تدبير جديد نظرة مستقبلية جديدة تفاؤلية متفائلة ما يكونوش ناس وصوليين للوحد الغرض ما يعني إنسان كيقول أنني قاعدين تقدم الانتخابات البرلمانية لا لي شيء سوى لأنني غنش تلسد المليون في كل شهر لا ما ساعتين تستهل تلسد المليون في شهر يعني إنسان لو كان قانوع الفكرة تقديم أو يترشح الانتخابات ستكون فكرة مبنية على القناعات على الكفاءة أشلوب ممكن أنك تعطي لهادوك الناس اللي غيروا فيك تقا تعطي كمنتخب نتعلم دائماً عن انتخابات البرلمانية المقبلة البرلمان البرلمان منك يترشح و يتلع لا يترشح من الناس لأن البرلماني يشارك في تشريع يساهم في المراقبة الحكومة يساهم في الاقتراحات يساهم في إيصال ما يدور عنده في الدائرة أو العديد الدوائب العليا يحاول ما أمكن أنه يتقل بيباً ولو أن اقترض الأمر أو جرات العادة على أساس أن كل واحد يريد أن تقدم الانتخابات إلا والمواطن العادي البسيط يشوفه أنه ضامن لمستقبله أنه الباحث يتلع عن الشغل أنه الإنسان الذي يقلب له على هذه الحاجة أو هذه الحاجة في حين أن هذا خطأ نائب البرلماني منك الغرفة الأولى أو الثانية دوره معروف أنه المساهمة في تشريع مع الرفقاء في عدة فراق داخل القبة البرلمانية الدفاع عن المصالح الدائرة التي كنت لها بمعية الزملاء داخل نفس الفارق في البرلمان محاولة تسهيل مامورية المواطنين لدى السلطات أو شي حاجة من هذا النوع لأن الوزرات العادة على أساس أن المواطن دائما ينتظر من هذا ما هو الذي سيأتي ماذا سيأتي كأن النائب البرلماني سيأتي وزله الطريق وزله الضوء في حين أن هذه المختصاص عدة جهات ليس مختصاص البرلماني بل البرلماني يحاول ما يمكنه أن يوصل بالتحدي وطريقة غير الطريقة المواطن دائما لذلك الدائرة ليس أن الإنسان يصوت عليه لذلك أنه يدعي البرلماني تقوم بها وطريقة مواطنة مواطنة لذلك الدائرة دائما بلو دائما بلو المنطقة بلو مرتبط بها جدريا ضمنيا جسديا عائليا اجتماعيا اقتصاديا لا يحاول أن يتخلق لذلك الدائرة لأن الناس دراسة تفضل مهمة لكي يوصل لذلك البلاسة ولذلك المحل في نظري أن يكون المنتخب كيف نرى نرى إنسان كفر نرى إنسان متميز نرى إنسان دو أصداء نرى إنسان بن عائلة محترمة نرى إنسان غير دي صوابق نرى إنسان متخلق نرى إنسان إداري ونرى إنسان رغايور لكن كل من هبوه بأنه يحيض البوط ويقول أنني قد نتقدم انتخابات لا شيء سوى لأنني أنا عندي الفلوس وأنني قد ندير وأنا غلثان كان ضمن هذه مسائل ما كتخدمش الدائرة وما كتخدمش المواطنين ديوا الدائرة بصفتين نهائية بل كتخدم مصلحته وشخصية والإنسان يحاول ما أمكن أنه يترفع الأنانية شخصية أو يستغل ضعف دقي مواطنين البوسطة متولى والإنسان 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 ما أنه يقتل المواطنين ما يدرد أستخدم مواطنين لو كان يخصي أعتبر بجميع في اسم مهما قد كلفوا ذلك شي من ثمن كنظن على أن هذا الإنسان لا يرجى نفعاً من ورائه ولا يرجى أي حاجة من ورائه بل بالعكس كيف تنتظر من واحد أنه سيخسر مئة مليون في انتخابة برلمانية بش يجي دافع لك على مصالحك أكيد لا أكيد لا أنا كي يبلية البرلمانية يجب أن يكون يتنزه لأنانية يكون يتنزه للمحسوبية وعلى الزبون وعلى خسرين الفلوس حرام أو حلال الله وعلى ما عرفناه شو منين سيجي بابشين يصرفها أنا ذاك خلال المدة انتخابة بل يقدم برنامج باسم الحزبي لك ما يتقدم باسم الحزب وبرامج الأحزاب راكلة تقريباً متشابهة كل واحد يقدمها بطريقة سلسة يقدمها بعض المفرادات اللامعة والباينة هذا يقدمها بعض الأسلوب شيق هذا يقدمها بعض الأسلوب بسيط لكي يفهموه الناس ولكن قد دائماً برنامج الحزب يدافع عليه في وقته ينجح ويطلع الحكومة ويحكم أو يتحالف مع من يحكم بل الإنسان كشخص الذي تقدمه البرلمان والذي يدير فيه الناس ثقة ويعطيه صوتهم يكون مواطن من الدرجة الأولى مواطن صالح لديك الدائرة ويعطيه الناس يبقى ديماً على ارتباط وطيق وفي نظري أني عندي شرط كيف كان تشوفها أن المنتخب يكون لحد الآن باقي ما شفتاش باقي ما شفتش في المغرب على أن منتخب ما أو البرلماني ما فاتح واحد المحل أو واحد المكتب في الدائرة اللي يمتلها أو لا في جوجة الدوائر أو ثلاثة اللي يمتلهم فاتح واحد المكتب لاستقبال المواطنين وشكاوي المواطنين لأن المواطن جرات العادة على أساس أن البرلماني بالنسبة له هو مفتاح الخير هو مفتاح السعادة هو 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 فلهذا كان على الأقل البرلماني في نظري أنه يغتنم هذه الفرصة ويفتح مكتب ما في واحد دائرة اللي يمتلها على الأقل يعطي لديك المواطنين اللي صوتوا عليه أو لديوا الدائرة تصوت أو مصوتش لأنك اللي نجحتي كتكون برلماني ديال الجامع ما تريد أن تهدوا التعامل علمها مع هذه الفئة أنها صوتت عليك هذه ديالك أن هذه الفئة ما صوتتش عليك أنها ماشية ديالك هاديو يدوزو هاديو ما يدوزوش هاديو نتعامل معهم بطريقة نرجع دائما للنائب البرلماني لنائب البرلماني في نظري يخص يكون ربما يكون دلوذك الدور بلودك الدائرة بلودك القبيلة بلودك الساحة بلودك المدينة لأن المواطن يقلب على شيء واحد اللي ممكن أن يلتج ألو في كل وقت حين بشي نائب برلماني غادي يجيني من الخميسات أو لا غادي يجيني من كناس أو لا غادي يجيني من فاس غادي يصوت عليه غادي يهز حقيبته مغيبا لي يحتل من بعد 6 سنين أو 6 سنين قل 4 شهر أو قل 3 شهر أنا ضد هذه الفكرة هذه بل بالعكس كل من أرد أن يرى في نفسه القدرة في مهيلات الأخلاقية الإدارية العائلية الاجتماعية يتقدم الانتخابات أنا ما كيبليش الفلوس هما الوسيلة الوحيدة باش يمكنك تقدم الانتخابات أنا كفاعل جمعوي كعوضو بزرذي للجمعيات كنتمنى من أي منتخب غادي يطلع أو إلا جاي باش يترشح يجيب فكرة وحدة وهي أنه يكون بلو هذه الدائرة العقلة ولا أكثر ينساهر فيها يتبوطق داخلها يحط راسه في قلب منهم ليس أنه يستغلهم باش يوصل على لو يكسب المال أو ليكسب الجاه أو ليكسب بل بالعكس أنا كيبليه البرلماني أنه يكون من هدوك الناس وليهم يعني عضو سبعة من الخمسة دي السبعة إلا كانوا هما كيبت لربعة سبعة هو يكون خمس إلا تقادى سبعة واحد كيتقادى والخمسة كاملين سينو ما ما ننضمش وش ممكن أنه ينجح في مهمته أنا ما كان أهممش ولكن كان نشوف دائرة ديالي الناس اللي نبغيهم يكونوا فيها وكانت مننا كانت مننا نكون أنا واحد منهم باش يمكن لي على الأقل الرد الجميل لهذه الأبناء الدائرة والرد الجميل لهذه التقيقة اللي ممكن أنه من الناس يوضعوها فيك وممكن وشنو هي الشروط اللي بغي أنت تقدم بها أنا بكلك كون الإنسان يخص يكون متواجد عبر مكتب لتخفيف من عبء البطالة الوحد جوجة الناس والثلاثة اللي ممكن أنهم يخدمون معك عبر أشنو اللي غتقدم بتاهم به في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي إنقاذ بعض أعضاء جمعيات المجتمع المدني أعضاء جمعيات الفروسية الشباب اللي متعططش بعض المسائل اللي ما كيشوفش أنهم ممكن كل واحد ممكن يحققه ولكن كواحد من ذيك الدائرة كواحد من ذيك الساكينة كواحد من ذيك المواطنين كمواطن فاعل كمواطن منتج كمواطن فعال ممكن أنك توصل مع الناس ديك الدائرة ديك البزافة اللي حويش بدون برنامان بدون انتخابات بدون الدك فما بلوك أنك تكون برناماني وعندك الإمكانيات المادية والإدارية اللي ممكن أنك توصل ديك الناس البزافة اللي حويش هم في أمس العطش لو في أمس الحاجة اللي أمس العطش موسيقى 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 اشتركوا في القناة